يا هلأ انا قلت شدت رايته على الجماعة الحاسبات ياابا شايف رح اسو بيكم ياابا ياابا رح طالع لكم اسوالف من جو القعبي حيث خليك تصرف الفلوس اللي كاتمنة بجوبك وكاتمن مدنوية اللي بصندوق مدنوان حاطن ياابا اليوم جيبتلك شغلة ياابا شوف 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 ياابا جيبتلك شغلة صدق امانة رح يعني رح اخبلك امانة رح اخبلك رح اوانسك بهذا الفيديو أنا طمع الفيديوات صورت اثنين ان شاء الله ينزلين هذا الفيديو وكفيديو لو ينزل قبله لو انزل قبل ذاك الفيديو المصورة ينزل اول واحد ونزل هذا الفيديو ثاني واحد هسا اني امرض من عندك ايش شي اراح اشرح لك شرح تفاصيل بعد ما خلو صيني مقدمه بس اطمنك طلب اصغير اصغير والله والله اصغير انه اذا ما تشتم اشترك بالقناة اشترك فعل جرس انبيهات خلي لايكل هذا الفيديو لان هذا الفيديو اللي ورا رح ينزل او هذا الفيديو وذاك رح ينزل فشي خصم الكلام تعالوا خلاش راح لكم عظيم او البي سي او شنو اللي يسميه انا لغتنا العراقية نسمي الكمبيوتر حاسبة لا تجين وتقول ابو زرد شنو انا سميه حاسبة خليك يا ايه حاسبة يعني معناته شنو بي سي يعني كمبيوتر واضح واضح من اقول لك حاسبة يعني معناته بي سي طيب اليوم راجع لك بمقطع فيديو شوف اللوز والجوز والموز شوف شو رابط لك رابط لك قطعة للك سايما بيكس وعلى موز وكيبورد وعندك يدي يعني ذن الربط فتلعب موسو كيبورد طبعا لازم 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 تتوفر عندك هذه القطعة اللي هي قطعة ال كساي ميبكس الكسون بيفعد آداء تقريبا نفس الموسو كيبورد اللي موجود علي اللعبة يعني علي أي لعبة جاءت لعبان و بلوقت الحال دع لعب على الكود 16 أي لعبة تلعب انت هي هذي يشغلك موسو كيبورد وتخرج لك يده يعني تيد يده مثم اللي يتحرك ليده وتريد موسو كيبورد نفس الوقت بس شنو الجديد بالموضوع عبو زرامل سوتنا هذا الفيديو الجديد بالموضوع شنو انت وقت ما انه ضجت من الكيبورد والماوس تقدر تلعب يده وطبعا اليده مو كل يده تجيبها تشتغل هسنا انا عندي يده اني خلا شوفكم اياها راح اشرح لك هسه بعد ما جبناها اليده نايم عليها الترابل ما استخدمها هناك خالها طيب راح اشرح لك على يدهات الثنين مو كل يده تجيبها مع البلايستيشن 4 وتخليها عليك سايميبكس وتشتغل لأ لازم تركز هنا تركز متوح تشتري او عندك يده ودمن تربطها ما تشتغل لازم شوف المشكلة هون المشكلة تجيبني اليدهات طيب بعد ما جبنا اليده نايم عليها الترابل اللي خالها هناك شن الفرق او الزهراء ما بين هاي اليده و هاي اليده من الشكل هذه اليده ما راح تشتغل ومن الشكل هذه اليده تشتغل ليش اصدار شرح لكم بس راح احطيك فتنمذة عن المعلومة عن اليدات مع البلايستيشن 4 طبعا ما تشتغل غير يده بس يده لتلت يعني اشوف على اليوتيوب وانه هو يدات مشتغلة مع الاكسبوكس بشنو لا خليك على يده البلايستيشن 4 ليش لانه اليده سعرها مناسب وصار لها يعني اجيال 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 لحدها ثابتة جذارتها القطعة هاي المهم هذي اصدار في وان اصدار قديم يعتبروا اصدار قديم اللي ايجا وراه شنو ايجا يجا وراه اصدار نصدار V2 يعني معناه تصدار حديث بس الزار حديث ازين هسا موزاراتي شون تشرح لانه هاي V2 وهاي V1 شونعرف هاي V2 وهاي V1 تعالا تشرح لك اليدة من الشغل هاي من الشغل هاي ما يجيك ليده هنا بحسة مندوس هذا الشيء اذا ما در نمكي اشغاله ومشغله مو شغاله ايسي بس بطارك ما تتعبونه يجيك ليده هنا ليده هنا يارب يكون طعايتكم واضح هنا مادرك كاميرا عدلة معدلة ده اصور حليه هنا يجيك ليده هنا اهنا ليد يصر شخط أصبح واقدم الليد هذه الليد جدا's يعني اصدار حديث هي تقبل Choves2 او الزيم ايبكس هذي تقبل بس اصدار حديث اللي هو في تو مو في وان هذي في وان يعتبروه اصدار قديم خلال شي اللي عنكم بنا تتوها ويقولون عليها فلازم تركز لازم تركز لازم تركز نرجع البقران هي المقدس مالتها طيب هسا شهد نحن عدنا رابع عدنا ليدة البلاي سيشن فور ما الاجهزة الاسلم مو ما الاجهزة الفات لاني اجده اكد عليها والاجهزة عيدة كل ساعيد عليكم على من تجي او تشتري قطعة هذي لازم تفكر بليدة ويه القطعة الزيم ابيكس طبعا انا واقف هنا انا كاميرا صور عليها اعدل ما راح شوفوها فاللا قرباتش تشوفوها هذي قطعة هذي الهب ما انا مشكلة بالحاسبة اوكي مثل ما قلت لكم الحاسبة شنو كمبيوتر طيب عدنا هذي الهب اللي يجيويا القطعة نشكل ماوس كيبورد اي بوكان واليدة اي بوكان لا تقول هذا بيها نقاط وماذا شنو اي بوكان اربط ما طول متوافقات راح تشتغلهاك بدون مشاكل لسا شعدنا عندنا اليدة تشتغل اوكي نرمي بيها شون ما نريد ونحرك شون ما نريد طيب وعدك نظام انت تحط هذا نظام بلاي استيشن فو اا بما قطعة الاكساين ابيكس على اليدة للبلاي استيشن فو يخرجك ازرار مال الاي اسبوكس مال البياستيشن مع الاسبوكس مال المربع مربع ان طالع ليوا مال يدي انت رابط يدي استيشن فو طيب اما تجينو تقول له بزراء انت شنو شون رابطة. شون يعرف ان انت رابطة على الحاسبة. ببع من دوس التاش. شنه هذا? هذا العلامة الوندوز. يعني انا رابط على نظام حاسبة. طيب ترجع. تلعج تستخدم يدي وتقدر تستخدم موزة و كيبورد مثلا شوين دنيا اللغات. عدنا منفتيش نسافة. بعدين انت من شغل موزة و كيبورد. على الشي اسمه على الحاسبة. على الحاسبة. موزة و كيبورد الثاني اللي انت لازم شوفها اسم موكوناس رابطة موزات اثنين وكيبوردات اثنين. الكيبورد الثاني بعد ماوس الثاني ميش طول بس الكيبورد. يعني ستا انا عندي ماوسات اثنين. مثل ما يشوفون عندي ماوسات اثنين. هذا ما لقيمك رابطة بالكسيمي بكسو. هذا رابطة دايركت او مباشر بالحاسبة. واضح? في الماوس هذا اللي رابطة بالحاسبة على طول ما رح يشتغل. رح يتوقف يشغلك بس داخل اللعبة. وقت ما انه تريد طفوي. مجرد طفل اللي هان انا حاطه سويش تطف الدقمة. ويرجع على الماوسو كيبورد. طبعا الكيبورد الثاني اللي هناك. اللي رابطة رح يكون شغال ما يعني ما رح يتوقف اصلا. اه طيب. انا الشرح ماتي شنو الشرح جابلك اياه. على مود انه انه هذي يتطيق اداء بالماوسو كيبورد. يصد عندك واحد. شون واحد يعني بيها اعدادات خاصة بيك. النظام الماوسو كيبورد يعني مثلا تبدل ازرار. يعني عجبك شون تبدل. عندك نظام اليدة ذاتي تلعب يدي. اه بيها اعدادات خاصة. وبها اعدادات خاصة باللعبة. يعني اللعبة تقدر تحكم بسياسات الحساسية تصويب يمن فوق جو و تحت. وعندك ايضا طريقة البرمجة ما تكون على الجوال او تليفون. هذي هماتين بيها حساسية. بيها بوست. بيها حساسية تصويب. ها تطيق ثبات. اذا تيد خلي بي ثبات هم. اذا تردونك تقول بتعليقات او بزارة شون نخلي بيها ثبات. يعني اشياء لا تطيق اه حلوة ما رح اقول لك اه سيئة. ولكن فتشيء حلو يساعدك بالايم. لس من ناحية ثبات. وبي اعدادات شون ما تريد تعليل حساسية الماوس. تخلي دي بي اي يشقد ما تريد بالماوس. اي ماوس عندك. اي ماوس عندك مو قيمك. بس انا فضل الماوس خليم اسمي اذنين. اي ماوس يكون عندك. الشكل عادي ما كم مشكلة. اي ماوس تجيب دي بي تخلي عليه. لانه هذا تقدر انت ترفع اه تساعدة دي بي اي اللي موجود بالماوس. يعني مثلا انا استخدم لوجاتك خمسمية ثون. مثلا جيب لك مو س عادي يطيق دي بي اي مثلا اتلاتة الاف او اربعة تالاف مثلا مثلا. يطيك مثلا اردق اردق مثلا اردق دي بي اي. فانت تقدرش يساعد دي بي اي وتقل ترفع من الشعن دي بي اي وتطيل من للمو س فتشي يعني تقول اخوض المو سواء او بال اي تشيب الخمزرات او بالاشرات او بالعشر دي تشي ادا. على قطحة تلزم اي بيكس. ليش? لان بيه فهذه عدادات تحلي لك الحساسية التصويب يعني التمرير أمال اللاعب الحركة يمينة سارسة مثل شونة شونة سالحركة على موس عادي ليشاني داشا رحكم هذا لأنه هذي هي القطعة طبعا لحدها غالي لأنه تجي تشتورها على الأجهال الجديدة اللي هو الأكس بوكس الجديد البلاي ستيشن فايف جديد الحاسب تجي تشتور عليه مثل ما تشوفون فهذه شوية ها سعرها غالي بس بو مشكلة لأنه قاعدت طيق أداء مرة بطل مرة خطير إذا تردون كتبوا لي بالتعليقات قول لي بزراء سوينا مقطع خاص بالقطعة للزيمي بيكس إنه شونة نضبط إعداداتها أو الستنج مالتها على اللعبة وشونة نضبط الستنج أيضا على اللعبة وياها بحيث يطينا أداء مرة منتاز يعني وقت ما يعجبني أعلع بيد هذه اليدة وقت ما أنت رابطها على الزيمي بيكس وعن هذا وايرها الأبيض بشكل هنالي موسو كيبورد هنا ديني موسو كيبورد وقت ما أنها تلعبت يدي هذه إعداداتها واحد خلاص هي اليدة إعداداتها واحد ما رح تطيك لا حساسية سموثينج ولا حساسية تصويب تطيه ستندر هاي اليدة ما تلعب به هي ستندر بس الموم ستندر تقدر تتلاعب بالستندر والزيد وتنقص بالزبوت والزيد وتنقص بالأماتك والأماتك 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 والأماتي على فكرة يا أنا أنا مركز على أماتك ويعني خاص من الكلام تطيك حساسية تصويب باللعبة بالماوس ولا بالكيبورد يعني تطيك سرعة استجابية أنت عندك إعدادات اثنين بالقطعة بالقطعة تلزيمي بيكس العفو وعندك باللعبة طبعا أنت عابت شرحت اتمنى منعدكم اتمنى منعدكم انه اجازوني بالاشتراك بالقناة شيرون المقطع فيديو على اصدقائكم خليوا استفادون اه حطلنا لايك انت ذا ما خال لايك اسا تمنى تقول لي شن الخاصة عندي خلي لايك الفيديو والله دابوا عليك تما خليت لايك تكملت الفيديو الاخر تما خليت لايك دخلي خلي 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 قدام خلي شوفك خلي اعافي بارك الله بي كس شفتك ولا انا اسموهم يلا يا شباب لهنا ونصلنا على هذا الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة